هذا هو توالات الإدانات المنددة بالتفجير الإرهابي الذي استهدف أحد أنابي بالنفط بالقرب من قرية بوري حيث أكدت عدد من الدول والمنظمات وقوفها إلى جانب البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها لا تزال إدانات الحادث الإرهابي الذي استهدف أحد أنابي بالنفط بالقرب من قرية بوري تتوالى منذ وقوع الحادث فكان أولها إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للأعمال التخريبية والإرهابية التي تقوم بها إيران لزعزعة أمن واستقرار المنطقة دولة الإمارات العربية المتحدة وصفت العمل بالإرهابي والجبان وعبرت الخارجية الإماراتية عن تضامن الإمارات ووقوفها إلى جانب البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية ومؤكدة ثقتها التامة في أن مثل هذه الأعمال الجبانة لن تثني حكومة البحرين وشعبها عن مواصلة مسيرة التنمية دولة الكويت عبرت من جهتها عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي الذي استهدف أمن واستقرار مملكة البحرين وترويع الآمنين فيها الخارجية الكويتية عبرت عن تضامن دولة الكويت مع مملكة البحرين مشديدة على موقف الكويت الثابت والمبدئي المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية تضامنت سلطنة عمان مع مملكة البحرين ضد كافة أنواع التخريب والإرهاب واستهداف الأبرياء الأمر الذي استدعي مواجهته بشتى الوسائل الممكنة لحماية الأمن والتنمية والاستقرار الخارجية المصرية أيضا عبرت في بيان لها عن وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب البحرين في مواجهة كافة الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تستهدف أمنه واستقراره مشددة على أن هذا العمل الجبان لن ينجح في النيل من أمن واستقرار مملكة البحرين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وصف العمل بأنه جريمة إرهابية خطيرة تعرض المصالح العليا لمملكة البحرين للخطر وتروع الآمنين من مواطنها والمقيمين فيها جامعة الدول العربية لم تتردد في إدانة هذا العمل الإرهابي حيث أعربت على لسان أمينها العام عن ثقتها بأن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تنجح في أن تنال من عزم قيادة وحكومة وشعب البحرين في مكافحة خطر الإرهاب والوقوف أمام كافة المحاولات الرامية لزعزعة أمنها واستقرارها من جهتها دانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو التفجير الإرهابي مؤكدة في بيانا لها إدانتها القوية لجميع أشكال الإرهاب والتدخلات الخارجية في شؤون مملكة البحرين ودول المنطقة عموما موضحة أن ذلك مدعاة لإثارة الفتن والطائفية ما يهدد السلم والأمن بالمنطقة